نشهد العديد من البلدات العربية في هذه الفترة لقاءات لتعريف الجمهور على حقوقه المتعلقة بتحصيل مساعدات من الدولة في تمويل أجرة السكن للعائلات التي تعيش بمساكن بالإيجار هذه المساعدات غير معروفة لشريحة لا بأس بها من الناس وتحصيل هذه المساعدات منوط بتقديم طلب لها من بين القائمين على هذه اللقاءات التي تنظمها وزارة البناء والإسكان نجد جمعية معرفة المركز القطري لاستحقاق المواطنين في المجتمع العربي الذي تنضم إلينا مديرة هذه الجمعية خلود عبدالغني لتعرفنا أكثر عن هذا الحق في المساعدة وعن حقوق أخرى قد يحرم منها الناس بسبب عدم المعرفة حول وجودها أصلا أهلا ومرحبا بك خلود عبدالغني نصر خير أخي شحادي نصر خير وإلى كل جميع اللي مشاهدين كثير بتنظم في هذه الفترة اللقاءات اللي بتعرف فيها الناس اللي ساكن في الإيجار أنه ممكن يحصل مساعدة أو على تمويل ما بنسبة ما وين بتنظم هذه اللقاءات؟ جمعية معرفة مرافقة بشكل مباشر عن طريق قسم الأقليات بالتعاون مع المدير قسم الأقليات الأخ أمين أبو حي اللي طبعا اقترح علينا من مدة ما يقارب السنتين ونص أنه بعد من عمل هناك بحث كامل عن الموضوع بوزارة الإسكان وهناك المعلومات والمعطيات أعطت أن مجتمعنا العربي يفتقر لكل ما يتعلق بموضوع التوعية وتزويد التوعية بكل ما يتعلق بأجرة المسكان وهناك قمنا بالتعاون مع بعض أنه إحنا نباشر بعدة مؤتمرات بلشنا فيها يعني من العام اللي هي بالرينة وعملنا بمجلك رومي بباقة الغربية كان الهدف أنه عملان المؤتمرات بكل مجتمعنا العربي جمالا لكن السنة إحنا بلشنا طبعا بسخنين بطمرة بأبوسنان الأسبوع الجاه رح يكون عندنا يومة الأربعة بإم الفحم الخميس عندنا بكفر قاسم بعدين بيافة الناصري بكفر مندا ورح يكون كمان بالطيرة ورح يكون كمان بكل بلد بمجتمعنا العربي من الجمهور المستهدف اللي يدعى لمثل هذه اللقاءات المؤتمرات خلينا نقول إحنا كل حدا بدون مسكن كل حدا اللي خلينا نقول بدون مسكن وإجمالا ساكن كمان بالأجرة البيت يعني أي شخص اليوم اللي هو ساكن بأجرة البيت المفروض أنه يقدم على هذا الاستحقاق يقدم للثلاث شركات اللي هن مقعار عميدارو ألونيم المفروض أنه يقدم لهن عن طريق هاي الشركات ويطلب هناك شهادة استحقاق إذا كان مستوفل شهادة الاستحقاق اليوم في مجتمعنا العربي أنت تعرف أنه في كثير ناس بتسكن في الإيجار ولكن مش عن طريق شركات من هذا النوع هل هذا يشملهم المساعدة؟ هم المفروض يقدم يعني شخص الي ساكن في إيجارة عند عائلة عندها بيتين بتستنى ابنها الكبير إذا يسكن في البيت بتأجر بيته حاليا وزارة الإسكان أعطت شوية هيكي تخفيض بالنسبة لهذا الموضوع أنه اليوم خلينا نقول أنا من دار عبدالغني زمان ما كنتش أقدر أروح أستأجر عند حدا من دار عبدالغني اليوم هي جاءت أهلت أنه دار عبدالغني هي عائلة جدا كبيرة والقرابة الأولى اللي هي القرابة الأولى اللي هو الأب أخ أم أخت خال عم لا لكن ابن العم ممكن أني أنا أروح أستأجر أنا عنده بحال أنه أنا بستوفي شروط الاستحقاق فكان في مجال اليوم أنه أي شخص بده يستأجر بنفس العيلة ممكن أنه يستأجر بنفس العيلة حتى لو هو أنا قصدت الإيجار خارج أثر الشركات اللي ذكرتها يعني اليوم فيها حتى عبراج للإيجار لا بنفعش المفروض أنه كل حدا بده يقدم على الاستحقاق يقدم عن طريق مجعار أنا فاهم عن طريق هذه الشركات ولكن إذا كان المسكن اللي مأجره مش تابع لهذه الشركات يعني مأجر في بناء اللي فيها شكك للإيجار في الناصرة مثلا صاحب أصدك أنت صاحب الاستحقاق صاحب اللي مستأجر بقدر يروح طبعا أكيد ما دخل إذا هو وين هو مستأجر بقدر يستأجر بالناصرة وينما كان وقدر يروح يقدم لهذه الشركات لماذا كررت الوزارة تبادل لمثل هذه المساعدات عادة الوزارات ليس من الكادب تحب توزع مصاري لا أكيد مظبوط بس أنت شايف اليوم أنه كمان نحن بكل ما يتعلق بقصص الأراضي وقصص هذه الأمور طبعا عم تأخذ فحوة كثير كبيرة عم تأخذ كثير وائد فالمفروض أنه كمان هناك يكون في حلول أخرى وكان بقسم الأقليات أخذ على عاتق أمين أبو حيي أنه عن جد يعطي ميزانية معينة لهذا الموضوع ويباشروا يأخذوا جمعية اللي هي جمعية تكون شوي اللغة تبعتها مع الجمهور العربي جمهور اللي هو لغة اللي هي جدا مبسطة وبسيطة لنقدر نوصل الرسالة لأبناء مجتمعنا بما أنك ذكرت عدد كبير من البلاد اللي نظمتوا فيها ويعني كمان على الطريق كما يقال بتشعر أنه أزمة السكن مستفحلة في المجتمع العربي؟ شوف هي مش بس مستفحلة فيه عدة عوائق بالنسبة للموضوع اللي للأسف الشديد أنت بتشوفها على الأرض الواقع وبالحقيل اللي هي منها بعطيك بس هيك مثال بسيط اللي منها يعني خلل نقول اللي هي المرأة اللي تنازلت عن هذا الحق لأخوها تنازلت أن الورثة تبعتها تنازلت لأخوها لحدا من العيلي عندها اليوم بتروح تقدم لوزارة الإسكان علشان تأخذ مساعدة بأجار البيت بتقدرش تأخذ المحروب؟ لحنا متحننا هاي النقطة أكثر اليوم في قسم كبير من النساء العربيات اليوم طبعا بتنازلوا إجمالا بتنازلوا برضا أو بدون رضا بتنازلوا عن حقهم الشرعي بالميراث مجرد أنها هي تنازل عن حقها الشرعي بالميراث ما بيطلع لها عجار بيت أو مسكن من دائرة الإجراء يعني لما تقدر طلب بيفحصوا إذا كانت في السنوات الأخيرة نازلت عن حقها في الميراث منها أكيد أول إشي بحال توفى إحدى الوالدين الأب أو الأم كمان هناك بيبين طبعا طبيعي الوزارة هون فلما بتروح تقدم عن طريق مقعار أو ألونيم أو أي من الشرك التسجيل طبيعي بيقولوا لها جيبي لوراق يعني وين الأب موجود وين الأم وإذا هناك فيه ورثة معينة أوقات بتكون غرفة صغيرة يعني هناك طبعا تحرم من هذا الاستحقاب فجمعية معرفة الهدف طبعا لا يمكن أنه مثلا المجتمع العربي له خاصية أو حاسس من كلامك أنه فيه نسبة لا بأس بها طبعا من النساء اللي بتنازلنا عن حق خلينا نقول هي نسبة جدا كبيرة يعني إحنا كبجتمع عربي هو نسبة جدا كبيرة الهدف تبع الجمعية هو متابعة هذه القضية مع أعضاء الكنيسة العرب مع الوزارة مع لجنة رؤساء المجالس لنقدر عن جد نجيب اليوم خلينا نقول تسهيل بالبريقراطية الموجودة أهم إشي هو تسهيل بالبريقراطية الموجودة وتغيير السياسات الموجودة بالوزارة أكيد اليوم الوزير الجديد اللي رح يكون اللي رح يرافق كمان وزارة الإسكان أكيد فيه بد يكون فيه لإله كمان يعني أجندة معينة وهي يعني هذا اللي احنا عم نلمسه على أرض الواقع لكن هذه قضية لديكم خشية من أنه الوزير القادم يكون يعني بصعوبة أكثر يتعامل مع المجتمع العربي يعني أنا أفكر مجتمعنا العربي ما مرقب مع وزارة اللي كانت أحسن من وزارة أخرى يعني جمالاً وزارة الإسكان هي يعني هي وزارة اللي هي جداً جداً بنفس الوقت فيها كتير حقوق لأبناء مجتمعنا العربي ومش حاصل عليها ومنها اليوم ما بدنا نحكي يعني بتفاصيلها لكن في كتير حقوق إلنا بهاي الوزارة واليوم جداً صعب لأجل يعني لأجل الوزير اللي بيكون موجود فطبعاً أكيد في رح يكون في مشاكل أو رح يكون في تحكي إنه أحد أهدافكم هو تغيير سياسات وهذا يعني عنوان كبير إنه مش بس تحصل حقوق ممكن تشرح لي أكثر عن يعني كان في عنا وإحنا متابعين مع الدكتور أحمد الطيبي بملف سيارات الخردي إذا سمعت عنها اليوم أي شخص عنده سيارة اللي هي ما تستطت يعني ما يعني ما نزلها عن طريق مكتب الترخيص المفروض إنه ينزلها إحنا من سنتين قمنا بالمبادرة إنه توجهنا للوزارة على البنى إنه إحنا نقدر نرجع الحملة اللي كانت المفتاع اللي كان أيام سموتريتش لما نهو طلع من بسنة في 2019 طلع حملة هناك وقال إنه أي شخص عنده سيارات قديمة ما نزلها عن الشارع يتفضل ويجي ينزلها كانت الحملة هي عبارة المفتاع كان هو ستة شهر بستة أشهر بجتمعنا العربي إجمالا معرف بهاي الحملة طب إذا ما نزلها شو بتصير يعني؟ اليوم موجود عنده ملف بقسم دائرة الإجراء والتنفيذ وعنده ملف كمان يمكن يكون يا دائرة الإجراء والتنفيذ يا عنده ملف بمركز جباية الغرامات طبيعي فمغاكة بدت وين واقف هذه القضية؟ اليوم بعد إحنا منستنى كمان مرة إحنا يعني بالوزارة الأولى مقدرنا نعمل إشي مع كل القوة هلنبتح مع الوزارة الأخرى إيا وزارة المواصلات؟ طبعا هاي اليوم وزارة المواصلات مع ميراد مغهاي اللي مقدرنا نعمل إشي اليوم إن شاء الله إحنا بنقول متأملين خير بالوزارة اللي بدها تكون موجودة وبأعضاء الكنيسة العربي تابع القضية ويواقفوها كيف إذا بشاهدنا الآن شخص اللي عايش في الإيجار مستأجر بيت ممكن يفحص أو يعرف إذا كان متاح لإله الحصول على مساعدة مالية في إيجار البيت؟ أول شيء المفروض أنه يتواصل معنا إحنا كجمعية معرفة ممكن يبعث لنا رسالة على صفحة الفيسبوك جمعية معرفة وممكن كمان يتواصل مع الشرك اللي موجودة اللي هي مجعار عامدار هلونيم وبنفس الوقت إحنا إحنا إسا عنا مؤتمرات عنا بإم الفحم يومة الأربعة ممكن يتوجه لإلنا وعنا كمان بإم الفحم بكفر قاسم والأسبوع اللي وراه رح يكون كمان عنا بيافة الناصري وعنا بمناطق أخرى يتابع وزارة الإسكان، الصفحة تابعة وزارة الإسكان إن الله راد وممكن إحنا نتابع كمان قضيته إذا ذكرت أسامل الشركات اللي من بين أشهرها هي عامدار وإحنا كثير من نسمع عن مشاكل لمستأجرين مع مثل هذه الشركات شو السبب خاصة أنا أحكي عن مستأجرين عرب يعني؟ أخي شحادي للأسف الشديد بين موظف وموظف تطلع كثير يعني كثير شغلات اللي هي بتطلع بين الموظف لموظف يعني بين شركة لشركة إحنا كجمعية إحنا بدنا نتابع ونواكب وكان الهدف تاع المؤتمرات هو مواكبة ومتابعة القضية من البداية اللي كان قبل كان قبل أنا ما بنعرف فيه لكن إحنا من البداية من اليوم من بدء المؤتمرات إحنا بنتابع مع الوزارة إحنا بنكتب اللي هي ورقة موقف اللي هي طبعا بنمررها لأعضاء كنيسة عرب ومنمررها كمان للجنة رؤساء المجالس لجنة سلطات الرؤساء المجالس علينا كمان هن يواكبون ويتابعون ويتابعوا هذه القضية ويكون في لإلها حلول بآخر المطاف حكينا عن باقي الحقوق اللي بتسعو لتحقيقها أو لتحصيلها للمواطنين العربين حكينا عن الحق في المساعدة في الإيجار حكيتي الآن عن قضية السيارات الخردة والسيارات اللي لم تعد تستعمل سوهر شو كمان أشياء بتتابعوها في جمعيتكم؟ احنا في عنا مشروع عملناه بالريني ورح نعمله قريباً بمجل كروم اللي هو اسمه شباب نملاح اللي شريحة الجمهور الهدف اللي هو من 18 سنة ل25 سنة هناك احنا بنحاول انساعدهم بتخفيض الفائض 80% من المبلغ المجمل اجمالاً انت بتحكي على مخالفات سير مخالفات كورونا مخالفات اللي بتم تجادلها اجمالاً موجودة بمركز جباية الغرامات فقط فهذا مشروع اللي احنا عملناه بالتعاون مع مركز جباية الغرامات واليوم رح يكون موجود اللارات كمان بمجل كروم قريباً اريد ان اشكرك على حضورك لستوديو كنت هلا على كل المعلومات اللي قدمتها لجمهور مشاهدين خلود عبدالغني مديرة جمعية معرفة شكراً شكراً لايلك شكراً شكراً